السلام عليكم ومكملين في رمضان ورمضان غير مع كوتش والنهاردة في احنا نقدر معنا ومعاكم كوتش جميل جدا كلها شباب وتقلق دائم ودراسة ودقوبة في نهل العلم كلنا بنتعلم منها وهي فوق رأسنا طبعا الجميلة المتقلقة دائما كوتش ميسا كل سنة وحضرتك طيب وانتي طيبة يا دكتور نادي ربنا يكرمك ويباريك فيك المقدمة اللي هي يعني تشرح الصدر كده ما هيس لي يعني ده أقل حية كوتش والله الله يخليك اصدقنا كلنا بنحبك كده بزيادة وانتي أصلا سكر زيادة ربنا يكرمك الله يخليك وانا بحبك وبرده ربنا يعزك الناس كده عايزين يسمعوك ويستفيدوا منك لما درستي ونهلتي من العلم ولا زلتي ربنا يديك الصحة كل الدراسات الإنسانية دي والكوتشن فرقوا مع الكوتشن بسم الله الرحمن الرحيم لا من ناحيك فرق وفرقوا كتير قوي لأن يعني كنت دايما يعني دلوقتي دايما في كلمة بتجيلي يعني بس طبعا واحد ما يدامش على حاجة بيقول أنا ليه ما تعلمتش بقول ليه أنا ما تعلمتش كلام ده من زمان كان حيفرق معايا في حاجات كتير جدا في حياتي لكن الحمد لله إن أنا تعلمت حتى قبل ربنا يعني لأنها فرقت جدا في حياتي إحنا دراسة الكوتشن عموما ودراسة الإنسانيات عموما اللي من ضمنها علم النفس وعلم النفس الإيجابي وكلام ده بتخلي البني آدم يبقى ريب قوي من نفسه وأول حتة فرقت معايا هي نفسي يعني أنا عملت إيه مع نفسي إحنا حياتنا واخدينها كل حكا بسرعة وبنجري في كل حاجة حتى في رمضان كان إيه عملت كم جزء صليت كم ركعة كله بنحسبه بالماديات وبالشبر ودايما نسيين نحس بالأمور بالمشاعر المشاعر بتاعتنا دايما ما وراء الفعل إحنا بنعمل ده ليه الهدف منه إيه النية وراء إيه المعنى اللي بنعمله إيه فدي خليتني دايما يعني الحاجة اللي أنا بتعلمها فكت دايما أطبق على نفسي فخليتني الحقيقة أغوص جوه نفسي جامد قوي وفعلا أعرفت نقطة الضعف اللي فيها ونقطة القوة اللي ربنا حاباني بيها وبدأت قوي أداء في معنى المعاني كل حاجة في حياتنا لها معنى بس إحنا لازم ندور على المعنى ده عشان نقدر نعمل الحاجة بإحسان فدي فرقت معي في رمضان إزاي بقى الحقيقة ابتدت أركز في أفعالي أفعالي اللي هي مش بس مجرد أن أنا بخش أصلي وبخش المطبخ وبخش أعمل الحاجات الروتينية اللي بنعملها لا أنا بعملها ليه؟ إيه المعنى اللي وراها؟ فالمعنى اللي وراها اللي بطلع من جوايا خلاني أعملها بطريقة مختلفة خلاني أحبها بطريقة مختلفة خلاني أدور على الكيف مش الكامل يعني أنا وأنا كرش مايسي يعني كده ستات تجي داخل المطبخ أوف هدخل بقى أطبخ هدخل بقى أخسر هطبخ فدخل وانا بقى دخلة كده يا سلام وعندي معاني جميلة الله تماما ده الأكلة يطلع شكل مختلف كمان فقا والله أنا كمان بقيت وأنا بطبخ على فكرة بالذات الموضوع ده بقى فرق معايا جدا بقيت دايما أمولع حاجة بسمحها بتعلمها وأنا بطبخ يعني تلاقيني أنا بتابع طبعا التاب توكس والحاجات دي يعني المهم أي حاجة الواحد بيحبها يعني فأنا بحب أوي أسمع المحاضرين بالذات الحاجات اللي هي الأسرارة العشرين دقيقة كده دي تلاقيني دايما وأنا بطبخ مولع محاضرات المحاضرات دي بتخليني أبقى منتبهة دايما للمعاني اللي بقولك عليها لأن المحاضرات هي دايما كلها بتبقى وجهات نظر مختلفة يعني دايما المحاضرة بتبقى واخدة من وجهة نظر اللي بيقولها فبتخليكي تشوفي الأمور من وجهات نظر مختلفة كتير فبتفتح الدماغ يعني بصراحة لا بقيت أي حاجة دلوقتي فرقت معايا بدلساتي لما بقعد مع الناس الأول الواحد كانت يلاقيه كده يعني يعني معقول أنت بتعمل كده طب بتعمل كده ليه الإحساس الداخلي كده لا بقيت دايما أقعد أحاول أفهم المعنى اللي ورا اللي بيقوله وهو إيه المشكلة اللي عنده مش رأيي أنا أو أنا شايفة إيه الأصح لا هو بيعمل كده ليه هو ولازم هو كمان أو هي تعرف هي اللي ورا الأكشن ده إيه فيه أحاسيس وفيه أذكار وفيه ماضي وفيه حاجات كتير قوي هي اللي بتشكل الشخصية فلما بنقدر نحط دينا على النقط دي بتفرق في حياتنا الدنيا بتنور عارفة اللومات بتنور الضلمة بتنور على والنور ده في رمضان ظهر لك إزاي كتير في كل حاجة بعملها قبل ما بعملها وأنا بعملها بستحضر المعنى اللي وراه دي مهمة جدا ففرقت معايا في الكلمة اللي بقولها فرقت معايا في الفكرة اللي بفكر فيها في الطبخة اللي بعملها في الرقعة اللي بقومها في الآية اللي بقراها وخاصة خاصة في الكلام اللي بقوله لإن إحنا دايما اللساننا سابقنا الستات بالذات تلاقيهم كده على طول اللسان بيجري فبرضو طبعا من ضمن الحاجات اللي تعلمناها الصمت إن أنا نسمع اللي اتضربنا عليها جامد فالموضوع ده بيفرق جدا الواحد يتعود إنه قبل ما يطلع الكلمة يسكت شوية كده ويعديها على المعنى اللي عاوز يوصله فأنا عاوز أوصل إيه إيه اللي أنا عاوز أوصله في المعنى إيه اللي عاوز أقوله قبل ما بقوله بفكر أنا حقوله المين وحقوله إزاي عشان أوصل المعنى اللي عاوز أوصله وده يعني مهارة محتاجين نتعلمنا تفرق بقى في أنا عاوز أعمل حسنات أنا عاوز أكبر بخاطر ده أنا عاوز أريح فلان ده أنا ده تعبان محتاجي أتطر عنه شوية المعنى اللي أنا عاوز أوصله إيه اللي أنا عاوز أوصله لهذا الشخص فدي مهمة جدا إن أنا لما أعملها بتلاقي حياتي فيها نوع من السكنون في سكين لما بتعصر ما أقول ليه لما بتعصر بعمل حاجة بتدايقني دايما بقيت أخد كده خطوة الورا وأقول إيه ده ليه الموقف ده عمل فاكل إيه اللي حصل وأنا إيه الفكرة اللي جاكت هي دي بتفكرني بإيه هو دي المعنى اللي وراها إيه فهي المعنى زي ما بقول لحضرتك حتى لما الواحد بيتدايق أو بيتعصر بقيت أخد بالي وأنا ليه الموقف ده دايق إيه سبب المدايقة أركز شوية مع الموقف المعنى اللي وراها بدأت تفرق تفرق معايا في رد فعلي أكتر من الأول كتير الواحد كان الواحد يتعصر كده ويغضب ويغضب لا دلوقتي بقى فيه حالة إيه أرجع الورا كده سنة وأركز شوية إيه المعنى اللي وراها ليه أنا كده أنا بعمل وهكذا بقيت كلنا فعلا نستفيد من القصة دي وخاصة بجد فعلا في رمضان لأن في رمضان بيبقى عندنا شوية خاصة بعض الناس خاصة بعض الرجال وبرضو بعض السيدات اللي ما راح نربي إنهم بقعدنا شوية عصبية لكن لو فعلا فكرنا في المعنى هيفرق معنا إحنا بنقول ده ليه وإحنا ندخلين على العبادات كمان وإحنا داخلين العبادات دي بإيه المعنى اللي وراها الإيمان واك بجد يعني لقطة حلوة منك يا كدش وعلم ينتفع به كنفسنا منك نقعد أكتر بس إحنا حلقاتنا كده كلها خمس دقايق سبع دقايق وأكيد دايما إحنا في اللقاءات مستمرة مع الكدش ميسى كل سنة وحضرتك طيبة وأنت بالصحة والسلامة وبخير وكل المشاهدين بخير يا رب دايما كده يعود علينا دايما رمضان بكل خير يا رب ساعدنا بيكم ونشوفكم بكرة في مع كدش آخر ورمضان غير مع كدش سلام عليكم اشتركوا في القناة